مشكلة كبيرة بتعاني منها أسر مصرية كتير جداً بيوت مصرية كتير جداً بتعاني من تليفونات المحمولة اللي أصبحت كده آفة ومرض من أمراض العصر للأسف الشديد تليفون المحمول لازم يعني بيسهل التواصل الإنساني لكن احنا بنشوف انه بيؤثر بشكل كبير جداً على ترابط الأسرة الوحدة مشهد بنشوفه كتير في بيوت كتيرة جداً الأطفال بيعودوا على التليفونات المحمولة لساعات طويلة حالة كده من حالات لأن العزال عن الدنيا والمجتمع كأن الدنيا كلها بتدور حوالين شاشة الموبايل أو شاشة التليفون المحبول آخر الدراسات العلمية بتقول لنا أنه فيه خطر حقيقي بيهدد الروابط الأسرية ما بين الأبناء والأطفال والأباء بسبب كثرة استخدام الموبايل فيه دراسة بتقول لنا أنه 91% من الأطفال بيشعروا بالقلق بمجرد للتعاد عن الهاتف المحمول يعني أصبح التليفون المحمول هو العالم الخاص اللي بيدور حوله الطفل خلونا نتكلم عن مخاطر هذه الدراسة ونتكلم كمان إزاي نتعامل في بيوتنا مع أطفالنا وإزاي نرشد استهلاكهم أو نرشد تعاملهم مع الوسائل الحديثة التكنولوجية ومن ضمنها طبعا الموبايل والتليفون المحمول معنا الدكتور نور أسامة استشاري تعديل سلوك الأطفال ضيف عزيز من ورنا في صباح الخير يا مصر نصبح على حضرتك صباح الفل الرقم صعب جد دراسة بتقول لنا 91% من الأطفال لما يبعد بس مجرد أنه يبتعد عن تليفونه المحمول بيشعر بحالة من حالات القلق النفسي كلام ده شايفوا إزاي طيب خلينا نبدأ من تحت خالص أول ثلاث سنين في حياة البيبي أو الطفل في مسارات عصبية بتنمو في المخ ما هي وظيفتها؟ ليه علاقة بالآيكيو ليه علاقة بالتركيز للانتباق وطم راحظة مهارات الحفظ المعارجة اللغوية أو معارجة البصرية إزاي كده بتاعته طولة المدى وقاصرة المدى المسارات العصبية دي في وجود المادة بتاعته الميلوتونين المادة الزرق أي إشعاع بيطلع بتأخر في إفراز أو صناعة هذه المسارات العصبية فبنكتشف في أول سنين في دخول البريك كي أو الحضانة هو إيه تتأخر في النطق هو بدأ يجيله تلعصه عنده تحتها في الكلام ده الشاشة دي بتأثر في المسارات العصبية طبعا ليه بقى؟ لحد 12 سنة هو هيئة الإشعاع والطاقة النواية في فنلندا ورايم ماير طبيب النفسي أكدوا نفسه في سويسرا وفي اللي أكدوا نفس الدراسة إيه بقى؟ الإيه كل بتاعها إن الكلام ده الشاشة الإشعاع بيأثر عشر أضعاف في الأطفال لحد 12 سنة عن أي شخص طبيعي فأنا لو قلت الإبني قاعد ساعة هو قاعد عشر أضعاف الساعة دي عشان هو بيمتص الإشرة الفصل الجبه السفلي بتاع المخ بيمتص عشر أضعاف عن أي شخص طبيعي يعني الساعة إيه دي إتش دي فرط حركة يعني الساعة بعشر ساعات في السنة ده آه طبعا يعني بعض يعتقدوا أن الساعة واحدة على الموبال دي حاجة عادية عادية لكن هي بتسوي عشر ساعة طبعا ده غير ده حتى يعني حتى لو قاعد ربع ساعة احنا بنتكلم المفترض طبعا بنتكلم صح أو الثلاث سنين في حياة البيبي ما يتفرش على أي إشعاع أي إشعاع تماما يصدر منه ليه؟ بدأ يجي له فرط حركة هايبر آكتف مشتت نقص تركيز فبدأ هيجي له صعبات تعلم سليسكيا تسكرافيا صعبات الحساب تهتها في النطقة طبعا ده احنا كل ده بنتكلم عن إيه عن ميديكال بقى شخص يعني مش قادر يبقى سوي أو طفل طبيعي مع أقرانه فممكن يتعرض لحاجات كتيرة جدا زي التنمر وغيره من حاجات ده لو بيكره عن البرين من تالي تبقى هو شخص لو كبر على هذا النهج فهو شخص بيجي له تشتيت لأي مدى خارج التلفزيون بيأثر عن نتروفونات نتروفونات دي هو بينسى على طول مع الضغط بريشر بقى يجي له إيه ده؟ فعنده مشكلة سوق تحصيل دراسي طيب لو دخاني بقى في الدراسة بالتحديد هو مش قادرين يبعيده عن موبايل أو ممكن يكون أكتب من كده كمان ليه؟ الإدمان السلوكي بس شكل الدراسة كمان اختلف ما بقاش الشكل التقليدي له الكتب هو بيعرض يعني إلى أجهزة زي التابلت مثلا زي الآيباد أي وسيلة من الوسائل بيقعد فترات طويلة على الكمبيوتر ما أصبحت دي هي سيمة العصر في التعلق مظبوط بس احنا برضو بنسيب فترات طويلة يعني أفهم جدا ممكن مفروض المدرسة بتابعت على الجروب بتاعنا واحنا من التواصل تمام جدا بس احنا برضو بنسمح لفترات طويلة مش بنعرف مثلا أنه حط يعني الموبايل ده في الدراسة أنا مفروض أكون شريكة الإبني بس أنا بسيب له فترات طويلة وأنا بكون مدركة تماما يعني احنا مثلا من طفولة بنسمي الموبايل عشان يبطل زين فهو يكون متخيل جدا هو إزاي ممكن يبتزنا عاطفيا فهو بيبدأ الكونفرزون بتاعته هو الموبايل لو كان من شخصتها خجولة أو معندها ثقة بنفسها فهو عنه المخ مرتبط ارتباط شارتي بالموبايل السرطونين وأندروفين ودوبامين بيبدأوا يتحركوا لما يمسك الموبايل أنا لما حس أنه لما يبعد عنه زي ما دراسة بتقول إنه قلق في حالة كده إنه مش طبيعي ليه بقى هو بيأثر عن مادة البيضة اللي حوالين مصار العصر بتاع المخ فالمادة البيضة دي تزيد أو تقل همفوض ما تزيدش طبعا بس لما بتزيد بيبدأ يجي له التربات قلق هبيتكلم في موضوع كبير أو عن مخ بيبدأ يجي له التربات قلق ليه التربات قلق عشان السرطونين وأندروفين ودوبامين بيقلوا عشان موظر أمانه أو دي المخدرات لا ده هو أسعب من المخدرات هو أدمان سلوكي أدمانك لعادة دكتور نور قلت المصدر أمانه هي الشاشة مع أن المفروض في السن ده سن التنشاءة الاجتماعية يكون مصدر أمانه الترابط الأسر العلاقة مع الأب والأم الحوار اللي بيحصل اللي احنا للأسف الشديد بنفتقده في بيوتنا كتير جدا دلوقتي ما بين الأب والأم والأولاد إنهم يعودوا وقعدة واحدة مع بعض ويتكلموا لطفل سوي لو أنا عايز طفل يبقى سوي بعد كده سؤالي لحضرتك هنا فيما يتعلق بهذه الجزئية الجلوس لفترات طويلة جدا أمام الموبايل إزاي بيأثر على الفكرة دي فكرة الترابط أو العلاقة ما بين الطفل والده و والدته طيب لحد عشر سنين بيكون 80% من القيم والسلوكيات اكتملت عندي ابني فهل يطرى العشر سنين دي أو العشر سنين في حياته اكتمل فيها الترابط أنا ديما بسميها الدجمة دجمة دي حقيقة أنا مثلا بعمل العادة واحد بقى بيصلي هو بقيت عادة بقرر السلوك بقى عادة بقى شخصية فهل أنا الشخصية بتاعتي تعودت على أنا بحكي ولا لأ أو ما حكيش على فكرة الموضوع ده مهم جدا لحد انت بتكلم النقطة الفاصلة عشر سنين طيب ماذا لو ما عادش حتى لو ما أخدش مادة صعبة أو حاجات ما لاش علاقة بالسن بتاعه من خلال السوشال ميديا أو الموبايل أو الععاب بتاعته في خطورة في بداية المراقة عشان ده سن التمرض فلو ما خدش على السنس بتاع الحوار واللوه بيحكي ويفضفض هيبدأ ياخد سمة المرحلة دي من خلال التمرض التفعولي أو التمرض السلبي فلا يبقى الفاظ بتتقال أنا فجأة إيه أو ابني بقى آماله لا هو سلكه بدأ يتغير اتباعا بشكل بس انت مخدش بالك عشان انت يسابه فترات طويلة دي سمة المرحلة عشان انت ما كنتش بتتكلم معه أصلا هو مش بيحكي لك الدور هنا أصلا الأب والأم الأول هم يبتدوا يعملوا حالة الحوار دي مع أولادهم عشان يعودوهم على فكرة الحوار مش كل حاجة يقعد عن موبايل آه طبعا يعني ده ما بقول احنا عدنا ربعا 20 ساعة هو فكرة هل احنا فكرنا وحنا صغيرين نعمل له مثلا سمال فيس بعد فيس أنا بخلي ابني مشتت هو مش عارف ايه أولوياته فإذا ما فيش إنجاز إذا ما فيش تطور في الشخصية عشان ويقال يا ترى ابني كان مشخصتك قوية ولا ضعيفة لو كان خجولة أو متوضعة أو معندوصة قب نفسه هيبدأ يميل لعالم الافتراضي بتاع الموبايل يمسلك فترات طويلة فمش هيقدر يبعد عنه كإدمان فلازم زي الصين كوريا أمريكا عملت مساحات لإدمان الموبايل عشان بيعمل في الآخر ساكتة قلبية وساكتة دماغية كان فيه ناس بتعود عليه 48 ساعة متواصلة طيب الجزء الثاني اللي أنا ممكن حدي جدا ما فيش تواصل في البيت وما كان الشخصات القوية إلا بيميل إلى المجسفة وبييميل إلى العنف بسبب الجلوس فترات طويلة وإلا بيميل حاجة العنيفة واخد إن القدوة ده الشخص القوي العنيف فببدأ بعد كده يميل الأفكار المتطرفة وجماعات الرهيبية بكل سهولة صحيح وبيتم استخدامهم من 12 سنة وخصوصا الأسر مفكاكة فأسر مفكاكة هو مش قادر يتكلم معهم يعني هو بيميل للعنف بسبب اللي هو بيقعد يلعب حاجات ليها علاقة بالعنف وهو بدأ يميل لها فيخش مرحلة التمرد كأن العالم ده هو اللي بيشكل أفكاره بيشكل سلوكه بشكل كبير للأسف كمان بنشوف حاجة غريبة جدا يعني تلاقي طفل قاعد في قطه أو بنت أو ولد بيكلم بابا مش عايز يطلع يكلمهم فيبعث له مسيج مثلا أنا عايز كذا أو كذا يعني حتى لدرجة أنه التواصل ما بين الأب والابن داخل البيت الواحد بيتم عبر الموبايل عايز أسأل حضرتك على جزئية برضو مهمة جدا هو أنه في النهاية دي سيمة الجيل وسيمة العصر والسوشيال ميديا وموبايل وكله فمش هقدر أمنح ممكن أقننها بشكل ما لكن هنا أنا عايز أقول بشكل علمي هل في حد آمن من استخدام الموبايل يعني في عدد ساعات معين لأنه أنا في النهاية ما أقدرش ألغي الموبايل أو سوشيال ميديا من حياة أولادي هل في حد آمن ساعات معينة أقدر أضبطها مع أولادي طيب أعز بسيقولك على جملة اللي أنت قلت عليها والراين ماير كالطبيب النفس كان بيقول لو عايزين نربي ولادنا نفروض نربيهم قبل ولادتهم بعشرين سنة عن طريق تربية الأب والأم فأنت عندك حق الأب والأم هم العامل الأساسي أكثر من 90% الضور عليهم هم في التنظيم الأولوات والوقت بتاع أولادنا الوقت الأمن بعد خمس سنين إحنا بنتكلم في ساعتين ساعتين ونص ده الحد الأدنى يعني الحد الأقصى اللي إحنا ممكن يستخدم فيه عشان أكثر من كرة هيبدأ يأثر على الذاكرة وعلى مهارات الحفظ وعلى التركيز والانتباه وهلأي إما دخل فيه صعوبات أو صعوبات في اللغات لو بيقوم مثلا لغتين فهيبقى عنده مشكلة في اللغة هيبدأ ينسى مش هيبدأ يتذكر بشكل كويس المذاكرة هتاخد منه وقت بشكل كبير جدا هيجيله تشكية استباية حتى لو بيستخدم الوسائل ده دكتور برضو السؤال يعني جف على بالي دلوقتي حتى لو بيستخدم الوسائل دي كوسائل تعليمية حتى أن أنا بستخدم الموبايل أنا أتعلم لغة جديدة أتعامل بحاجة جديدة برضو ما عودش عليه فترات طويلة مفيش بحث في العالم أثبت أن أي حاجة تعليمية هي أفضل لابني من الكتاب أو أي حاجة دانين مفيش أي دراسة قالت أن حتى أنا بحط ابني هو صغير عشان يتعلم الحروف عشان يتعلم أرقام هو صغير عشان يقرأ كل ده بيطلع إشاعات بتأثر على المخ على المدى الطويل أو المدى القصير بالمناسبة حتى المعلومة اللي أنا بأخدها من الكتاب بتبقى أكثر رسوخا في العقل من المعلومة اللي بأخدها عبر الشاشة يعني حتى يعني فكرة أنه الكتب الإلكترونية أو غيره لا الكتاب الورقي لما نمسه كده بإيدي وقرأ الفعل القراءة ده هو اللي بيخلي المعلومة تثبت أكتر طبعا ده أنا أريد أن أقولك في دول سمت السرعة بسبب اللي إحنا عاديين دائما على الموبايل يلا بسرعة الموبايل يفتح بسرعة يلا بسرعة اللاب مرض السرعة صحيح مرض يلا كل حاجة تبقى أسر حاجة عندنا تلهوك لهواجة زي بقوله عشان كده تلاقي في حاجات بدأت تصل غريبة الانفعالات بقت غريبة العضوانية والعنف من أنت عايز كل حاجة بسرعة فأدرجوا أن السرعة أصبحت مرض بسبب اللي إحنا دائما مستعجلين بسبب الحاجات الشعاعات دي بتأثر على المادة البيضة فبتأثر على مادة الثبات الانفعالة بتاعك مهم جدا في مكتبة في البيت طبعا مهم أن أنا أعود أطفالي أن القراءة دي حاجة مهم عشان شخصيتهم وعشان حتى ضبط الثبات الانفعال ده حقيق أنا عايز أقولك حلو قوي في كتاب أنا دائما بقول لو إحنا عايزين ننشئ أطفالك هذين زي سلصال كده أو تربة خصبة يكبروا عليها أو دائما بقول لو في بيبي جديد الطبيب اللي بيولد ما يقدرش يحدد هل ده هيطلع دكتور ولا مهندس إحنا نقدر نحدد لو شكلنا سلوك ولادنا وتشكيل سلوك ولادنا ما بيجيش إلى التربية بالقصة وبناء القدوة عشان يقال هوية بتاعته لو ما فيش تربية بالقصة وما فيش بناء القدوة بالنسباله هو يطلعي هو مش محد اللوكيشن فالبنزين ما يخرص من العربية فهو مضطري حد اللوكيشن فإحنا مضطرين اللي احنا نوجهه ده وعمل نتوجه لده إلا من خانية قرية أو أننا حاببه في القرية حتى وإحنا بندخاله في مدرسة بربط الرابط السلبي يلا نعم عشان بك المدرسة ما فيش مثلا الهداية كلها مادية ما فيش هداية ده كتاب هداية بحاببه في القرية يجيب له مجسمات حاجات بتاع الزمان لا فهو غصبا عنه بيلاقي حاجات ألوان خذ بالك الألوان دي كلها ممكن تيجيب هوس اكتابي وكتابي وطراب اكتابي لون الغامقة مع الأصوات مع العنف بتنقص من الأكستين بتاع المخ فبتبدأ تحيث الحاجة اسمها ال VD S اللي هي مشاهر حزن فأنت مش عارف أنت ليه متقلب المزاج حتى لو أنت طفل متخدش مع الحالة المراق فحتى بتأثر حالة المزاجية حضرتك قلتني أنه فيه تأثيرات يعني الجلوس ساعات طويلة على شاشات الموبايل تأثيرات على العقل وعلى المنتاليتي على العقلية وتأثيرات يعني العقل نفسه ومصارات العصبية الموجودة إيه هي الأمراض الأخرى اللي بنخاف تبقى موجودة أو تنشأ من فكرة التعاطي لساعات طويلة مع شاشة التليفون المحمول كلام عن التوحد مثلا طيب لا هو بس التوحد أوتيزم حد النهاردة هو فيه مشكلة في الكروموسوم بسوما مش عارفين إيه مصدر الأساس بتاعه بس هو فعلا هم سموه توحد بس مش أوتيزم أوتيزم يعني بنسموه توحد موبايل توحد موبايل ده مصطلح علمي بالزبط إن انت دي طبيبية المناية حطته إن أي شخص بيقعد قدام أي شاشة اتنين وثلاثين ساعة زبوعين هو شخص متوحد موبايل مش قادر يبعد عنه بس غير الأوتزم عشان الكروموسوم أوتزم مثلا وداون سيندروم كروموسوم ده مرض ليه ليه صفات أو سمات تانية بالزبط بس هو فعلا بيكون مشكلة غير مباشرة توحده بس الحاجات دي بتجيب الترابات نفسية يعني لو كان من الشخصات الخجولة بيعيش في عنام افتراضي ممكن نوصل حاجة سمع الترابة ومصطنعة هو عايز يميل الناس تتفرج عليه فيبدأ يقولك أنا عندي مرض جالي مرض وفيه ناس كتير جدا هو كبار بيوصلوا لكده يحط أنا عندي مرض فيكتسب لفت انتباه الآخرين فيبدأ يحس لوه مبسوط جدا ممكن يوصلوا إلى التراب الاكتئابي هو دائما محبط ما عندهوش دافع ان هو يكمل او التراب سناء القطب هو إما لو فيه حالة عزم مثلا يقضي يضحك لو فيه حالة فرح ممكن يقضي عيط عنده اضطرابات اضطرابات في الانفعالات مزبوط فممكن بيجي له اضطرابات قلق ممكن يبقى عرض للصدمات النفسية عشان عايش في عالم مش حقيقي عالم افتراضي بعد الاضطرابات النفسية وارد جدا يتعرض لأي نوع من الأمراض النفسية طيب لو حابيني نسأل حضرتك كسؤال أخير تقولينا كده رشدة للاستخدام الآمن الصحي نفسيا وعقليا للتليفونات المحمولة طيب لازم نحط جدول الجدول ده فيه أول وقت وقت عشان نمنع فكرة التسويف عشان نحطه لأولويات الجدول ده فيه تسكات إذا ما خلصت التسكات دي بالدرجات اللي أنا عايزها فإيه كوى النهاردة 30 درجة مثلا فتاخد موبايل أو الحاجة اللي انت عايزت تستخدمها تلعب بيها أي فيديو جيم تستخدمه فترة معينة لو عملت ده منها قويت سقطوا بنفسه وخليته غصبا عنه يتعود على الروتين اللي هو يبدأ يعتمن على نفسه ويبقى صاحب إنجازات ومنها قدرت مقامة السلطة إنه يتحكم في مصدر حاجة بيحبها أنا لأقوله آه أو أقوله لأ عليه عشان ما يعودش فترات طويلة لازم نخصص وقت رياضة عشان يشوف منتاليتي مختلفة وأفكار مختلفة بدل الفوكس كله أتنشن على الفيديو جيم دكتور نور أسامة استشاري تعديل سلوك الأطفال بشكرا شكرا جزيلا انشرفتنا ونورتنا وصباح الخير على حضرتك صباح الفيديو